ولأن ترطيب الأجواء يحتاج تحركات باتجاهات مختلفة يتداول قادة البيت السياسي الشيعي في أفضل وأسرع الخيارات لمعالجة استقرار السوق المحلي ومنع سعر صرف الدولار من إثارة ردود أفعال اجتماعية ستؤثر اتباعا على القاسب الانتخابي في المرحلة المقبلة متابعون يؤشرون حالة من الضغط السياسي يمارسها قادة في الإطار التنسيقي على حكومة السودان للعودة إلى بيت الطاع السياسي في القرارات المصيرية تحديدا المتعلق منها بالاستقرار الداخلي والمستوى المعيشي للمواطنين إلى ذلك دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان شخوان عبدالله إلى عدم تمكين المتحكمين بالأسواق السوداء للاستفادة من اضطرابات سعر الصرف ما يستدعي إعادة النظر في السياسة المالية وتعزيز الطلب على العملة الوطنية من خلال استمرار انفاق الدولة على مشاريع البنى التحتية وتطويق الممارسات النقضية الخاطئة التي تضر بالاقتصاد والحركة التجارية في عموم البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر